آخر أخبار فريق الوداد الرياضي الخاصة بالانتقالات الشسوية ولائحة المغادرين للنادي الأحمر لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو من دوزل التفاصيل وافق المهاجم زهر المصارجي شفهيا مع إدارة الودادة على التسلم مئة مليون سنسيم والتنازل عن ما تبقى من مستحقاته المالية مقابل فك ارتباطه مع النادي الأحمر وأكدت بعض المصادر أن كل من نادي الجيش الملكي ونهضة بركانا من أبرز المهتمين بالمهاجم زهر المصارجي لضمه في الانتقالات الحالية تم اقتراح الدولي السنسي السابق ردوان فلحي كمدرم مساعد أولى لفوز البنزرسي وهو المقترح الذي تم قبوله من طرف المكتب الحالي لفريق الوداد الرياضي بالإضافة إلى وجود عدة أسماء مطروحة على طاولة إدارة النادي الأحمر لتحلل الأداء وقراءة الخصوم ويعتبر التونسي ردوان فلحي من أبرز المرشحين لتولي منصب المساعد الأولى للمدر فوز البنزرسي وذلك في انتظار التأكد الرسمي خلال الساعة القليلة القادمة بعدما طالب المدر فوز البنزرسي من إدارة فريق الوداد الرياضي التعاقد مع مدافع جديد بالانتقالات الشسوية أكدت بعض المصادر دخول مسؤولي فريق الوداد في صراع مع مجموعة من الأندية لتعاقد مع المدافع الشاب أحمد الطهر لخلج لاعب نادي إتحاد ورقة والذي باس واحد من أبرز الأسماء المستداولة في سوق الانتقالات الشسوية حيث أن عدة أندية وطنية تراقب المدافع أحمد لخلج ومن بينهم فريق الوداد الرياضي أشارت بعض المصادر أن اللاعب المغربي المحترفي الدوري المصري أحمد بن الحاجة قد يكون أولى الصفقات للإدارة الحالية لفريق الوداد الرياضي بالمركات الشسوي خاصة بعدما صرح وكل أعمال اللاعب أحمد بن الحاجة أنه في مفاوضة متقدمة مع فريق الوداد الرياضي ويذكر أن اللاعب أحمد بن الحاجة هو هدف الدوري المصري حاليا بسبعة أهداف ويشغل مركز ثاني ألعاب مع فريق الجوناء المصري أكدت بعض المصادر أن إدارة الودادة في مفاوضة متقدمة مع مسؤول نادم عيدار القطري نظام المهاجم الكونغولين بن زاقاي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وأضافت المصادر أنه من المحتمل بشكل كبير عودت المهاجم الكونغولين بن زاقاي إلى فريق الوداد الرياضي بنظام الإعارة خاصة بعد سعاقد فريقه الحالي مع لاعب أجنب آخر لتعويضه في خط الهجوم ويبقى فقط الاتفاق على التفاصيل المالية بين كلا الطرفين لحسم سفقس المهاجم بن زاقاي بشكل رسمي في الانتقالة الشسوية الحالية وذلك في انتظار التأكيد من طرف إدارة النادي الأحمر خلال الساعة القليلة القادمة اشتركوا في القناة